بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد استوقفتني آية في كتاب الله عند قوله تعالى ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنها أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون أورد القرطبي في تفسير هذه الآية أثرا عن بني إسرائيل أن داوود عليه الصلاة والسلام قال إلهي من حزبك وحول عرشك فأوحى الله إليه يا داوود الغاضة أبصارهم النقية قلوبهم السليمة أكفهم أولئك حزبي وحول عرشي هذه الصفات الثلاث غض البصر ونقاوة القلب وسلامة الكف سلامة اليد من الحرام هذه الصفات الثلاث من أهم الصفات التي إذا حافظت عليها كانت سببا لأن تكون من المقربين من خواص الله من أهل الله وخاصته أول صفة غض البصر يا داوود الغاضة أبصارهم الله يحبهم ولفت انتباه أن غض البصر عن الحرام سبب للإصطفاء الإلهي لهذا العبد ليكون من الأولياء والمقربين إطلاق البصر في المحرمات هذه خباثة هذه دناسة تلوث القلب تجعل القلب أسود مظلم الله سبحانه وتعالى سماها خائنة الأعين صفة ذميمة الخيانة ينظر إلى الحرام خلسة وخفية لا تليق بالمؤمن الفاحشة لماذا سموها فاحشة لفحشها وبعدها عن الفطرة السليمة والعقل السليم وبشاعتها الله جل جلاله أخبرنا صراحة أن معية الحب والقرب هذه خاصة للمطهرين ما هو الدليل؟ قال جل جلاله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين طهارة الظاهر والباطن طهارة الظاهر والباطن الناس النظيفة النقية الطاهرة القلب صافي سليم لا حقد لا غل لا حسد لا كبر لا يحتقر الناس الضعفاء احتقار منهم أنزل منك هذه صفة الله جل جلاله يبغضها سبحانه وتعالى ولا يحبها إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور إبليس الله لعنى وطرده بسبب الكبر السليمة أكفهم السليمة أكفهم لا يسرقون أحباب الله لا يسرقون لا يرتشون لا يأخذون الرشوة يقول لك أخي البلد كلها منهوبة البلد كلها خربانة وأنا أنهب معهم كذلك في علم النفس يقولون كل مجرم يخلق مبررات لإجرامه لإراحة ضميره المؤمن الصادق الذي يريد الله والدار الآخرة ويسعى إلى مرضات ربه سبحانه أبدا لا يقبل الرشوة أبدا لما أتى فيها من الوعيد الشديد المؤمن يثق بالله أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يؤمن يؤمن بأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا المؤمن يشتري الأمان الحقيقي يشتري السعادة الحقيقية أني أنام وأنا مع ربي سليم أنام وأنا مرتاح الضمير مؤدي فراغي وإيدي نظيفة وقلبي نظيف أنام وأنا مرتاح أسعد نوم أسعد نوم على وجه الأرض لأني في الأمان كيف تريد أن تستشعر القرب الإلهي والحب الإلهي والمعية الإلهية وتأتي عليك وتهب عليك الرحمات والروح والريحات والكرامات ويشرق صدرك ويتحول إلى بساتين وأنهار هذا العبق وهذا الروح والريحان كيف تريد أن تصل إليه وأنت قبل قليل لوث قلبك أسألها العافية بصورة يعني حرام أو برشو من تحت الطاولة أو بكبر اعتقرت منهم أضعف منك أعتقد كلامي منطقي لأنه خادع نفسنا السعادة والإنشرح هذه كرامات من رب العالمين الله يملك خزائنها ينشرح صدرك تطمئن ترتاح تفرح تحسنك في أمان تحلق ترفرف في سماوات القرب ستأتيك للذات غير دنيوية ليست من الدنيا أعظم وأعلى من الدنيا إذا وقع المؤمن في المعصية يجب أن يتوب مباشرة ينوي التوبة مباشرة والتوبة يعني العزم على عدم العودة هكذا يحافظ على طهارة القلب المهم النية الصادقة لأن الله يعلم النية العزم على عدم العودة مرة أخرى هكذا يتنظف القلب من جديد ويعود مطهر لأن الله يحب التوابين كثيري التوبة قال نبسى صلى الله عليه وسلم وأتبع سيئة الحسنة اهتمحها وقال جل من قائل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين اشتركوا في القناة